بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا وقد عامل وأنتم بخير لا أستطيع أن أمر مرور الكرام على ما جرى في مصر بالأمس بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الاحتفالية التي حظيت بجماهرية شديدة وتلاحم مجتمعي مع ما جرى في هذا اليوم حيث أعتبر أن يوم أمس كان يوما مصريا بامتياز يوم مصري بساطة المصريين وألفة المصريين وزكاء المصريين وإنسانية المصريين لن أكون منحازا إلى مصرياتي وإنما ما جرى بالأمس فاق كل التصورات وفاق كل هذه المدونات التي تتحدث عن حقوق بعض الذين يعني أديروا من وجود اختلافات في البنية أو في الخلق أو ما شابه لكن بالأمس كان مصر قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضرب المثل في الدمج في التمكين لزوي الإحتياجات الخاصة زوي الإحتياجات الخاصة جزء من أبناء الشعب المصري من كل النسيج المصري كل بيت كل أسرة زوي الهمم زوي الإحتياجات الخاصة أو المعاقين كل دي مصطلحات سواء قانونية أو شعبية لكن في النهاية بعيدا عن ما جرى فتبعتموه جميعا أقول بأنه يوم أمس أنا باعتبره اليوم المصري لجبر الخواطر الرئيس أمس أرسى قواعد كان قد أشر إليها مرارا خلال السنوات الماضية لكنه بالأمس وضع حجر الأساس واللبنة لاكتمال بناء التمكين لدوي الهمم وجبر خواطر كل المصريين بالأمس كانت تلقائية الرئيس ليست موضع جدل وإنسانية الرئيس أيضا لا تحتاج منا إلى تأكيد أو لا تحتاج إلى إبراز فكانت الصورة أوضح من أي كلام وكانت القلوب تتلاقى بين الرئيس وبين هؤلاء أقول بأنه الكاميرات بتلتقط القلوب وما يدور ربما في الخفاء التقطت بالأمس عدسات الكاميرات الكثير من المعاني الإنسانية التي أرسها الرئيس كانت فرحة أبنائنا وإخوتنا من زاوي الهمم غير مسبوقة وهم بتكلموا بتلقائية وبساطة وإنسانية ودون تقعر ودون مواربة وبيتكلموا من قلوبهم بيتكلم البساط أحمدي ربما لم يسعفنا الوقت أمس نظر حلقة المشهد اللي كانت بتدور حول تنظيم الأسرة لكن لا يمكن نفوت هذا الحدث وهذه الصورة التي تنم عن الكثير نقرأ بين سطورها الكثير والكثير خليني نروح معاكم إلى لقطات سريعة بتعبر عن أهم ما جاء ويمكن أن نبني عليه ونرسم منه صورا عديدة نستمع إلى هذه اللقطات السريعة بين السيد الرئيس وبين ذاوي الهمم وكان حوار حوار أبوي حوار إنساني حوار بسيط حوار تلقائي خلينا نستمع إلى هذا الحوار السريع بين الرئيس وبين أبنائه من ذاوي الهمم أو ذاوي الإحتياجات الخاصة يا ريتاج إيه السؤال اللي أنت عايزة تسأليه لسيادة الرئيس أنت مبسوط أنت قاعد معنا أنت مبسوط وانت قاعد معنا أنا حقولك يا ريتاج بجد وربنا واحده يعلم اللي في نفسي أسعد يوم بيبقى أنا فيه اليوم اللي بشوفكو فيه وببقى فوستيكو طب ميني اللي بيسعدني كده حقولك يا ريتاج اللي بيسعدني كده هو وجودكو وربنا بينزل على قلبي البهجة والسعادة والسرور والرضا أسعد اللحظة أن يوم ما مصر فيه سعى الكنغو في كأسي عانا في لون 18 كنتمهلة الروسيا والله وكتبت من واحد والذي جاب اللي جوان أبو مكة وأنا عاوز أقبله والله أبو مكة أبو مكة أبو مكة هو بطل ودايما مع مصر خلي بالك يا علي صحيح يعني أقول لي حذرتك الصراحة مع عم الصراحة بقى أحسن من بسك رسانه دي الحقيقة بصراحة والله هو نفسك جاء تبقى أي أنس آآ زبط تبقى زابط أي دي احنا نتشرف بيك يا أنس حذرتك وتقرف تستطيع طيارات انتغاوية بوضوع الطيارات دا جدا بس أنا حقولك بقى أنا حطلب من الوزير الدفاع أنه هو يسمح لبسملة وتركب طيارة سنائي مع أحد الطياري برما أنت حب أول حكاية دي وحنصورك شكرا يا سيد رئيس شكرا لله حنصورك ونطلعك ونوري الناس بس ما له هي في الطيارة لوحنا إلا حددك رئيس إزاي أنا بخير يا مكة عشان أنت موجود البركة والرحمة والنصر كله موجود معنا النهاردة بصراحة عندي ونية ونية كبيرة كمان إيه بقى أنا بصراحة أنا سباح ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهل طب ما لازم لازم النادي الأهل يأخذك دلوقتي يا حب دلوقتي وإحنا عادين كده خلاص أنت هتطلع من هنا على الميوع على طول لا وأحمد ما شاء الله كمان يعني مصقف وبيقرى كويس وعنده معلومات هيلة كمان ومستمع جيد لكل محطات الإزاعة مش كده مصبوط وبتحب الجنبري لا خلي الموطوع تابعتين يعني النادي الأهل تليل لوقتي كله فرحان أنك أنت تبعده من أعضاء طبعا أيها طبعا أعسنا سباح وبطلكم هدا برضا حضركم صحيح أيها صحيح طبعا طبعا كابت المحمود الخطيب بعت أبروف دا على طول دلوقتي بس خلاص ان كل الناس كل اللي في الشارع كل اللي في المدرسة كل اللي في البيوت ينتبهوا للكنز اللي هم مش أخدين بالهم منه مش هيعرفوا الليوم القيامة أن اللي موجود معنا دا كنز بخلي بالك من الكنز واخد منه وحطه في عينيك الكنز انتو الكنز خلوا بالكوا من هذا الكنز الكنز اللي بيدر علينا بركة وسماحة وسلام دي مختطفات من حوارات بين السيد الرئيس وبين أبنائه من زاوي الهمم حوارات تلقائية وكلام مش مترتب لكن بيعكس وبيرسم صورة صورة جميلة صورة رائعة صورة إنسانية صورة بترقق القلوب فعلا شيء جميل وانا بقول انه فعلا ترميم النفوس وجبر الخواطر لا تقدر بثمن جبر الخواطر أي إنسان اللي بيجبر خواطر أي إنسان إنسان بيجبر خواطر إنسان أكيد ربنا هيكرمه وربنا هيسعده وربنا هيرفع عنه الكثير من الأمور المعاكسة لكن فيه رقطة وقفت عندها والسيد الرئيس بيسحب كرسي بنفسه لأحد أهو قدام حضراتكم يعني صورة معبرة بشكل كبير جدا جدا أهو قدام حضراتكم أهو ده أب يا جماعة أهو ده أنا بتكلم كلام صورة قدامكم صورة مش محتاجة مش محتاجة يعني إن أنا أتكلم عنها حتى لا تفقد قيمتها وحتى لا أفسد المعنى منها التواضع والبساطة والأبوة والإيمان باللي بيعمله أهو قدام حضراتكم بنتنا وقفة وهو الرئيس حس إن هي لازم تقعد راح بنفسه جاب الكرسي ودي صور تلقائية بالمناسبة مش حاجات مترتبة مش حاجات علشان خاطر تتعامل لتحقيق يعني ترندات أو لا لا على الإطلاق دي سلوكيات شخصية ومؤمن الرئيس مؤمن بهذا مبارح أنا ناس كتير تكلمت معايا والنهاردة نفس الكلام من أكتر من المكان بالمناسبة يقولك الرئيس حنين بجد الرئيس إنسان بجد الرئيس مؤمن باللي بيقوله بجد الرئيس بيتكلم بتلقائية ومن قلبه ومن غير ترتيب بجد كل ده قيم موجودة شفناها النهاردة النهاردة يعني لما شفنا أحد الأبناء ويقوله أنا عايز ألعب أنا سباح وعايز ألعب في نادي الأهلي كان الرئيس قال له يا بخت نادي الأهلي أكيد النادي الأهلي هيبقى فرحان أنت تطميله وفعلا النهاردة على طول النادي الأهلي الكابت المحمود الخطيب بسرعة استجاب لي هذا الطلب وهذا الرجاء وأيضا استقبئه زي ما تشايفين حضراتكم النهاردة على طول النادي الأهلي والكابت المحمود الخطيب استقبلوا ابننا الذي انضم فعلا إلى النادي الأهلي كأحد الأمنيات اللي تكلم عنها أيضا اللي اللي تكلم وقال أنه أنا عايز أقبل محمد صلاح قال عايز أقبل محمد صلاح واللي قال عايز أقدم برنامج اللي قال عايز أقدم برنامج النهاردة شفناه في صباح الخير يا مصر النهاردة في التلفزيون المصري وهاتو أبراهيم لو سمحت أنا بأخلم دلوقتي يا مصطفى أن أنا أبقى أعلامي ناجح زي أي حد وأن يكون لي برنامج وأول مدخلة أتشرف بها تكون من حضرتك يا رئيس وشرف لي شكرا لك يا رئيس إن شاء الله يا عبد الرحمن ربنا وفقك وحلم إحنا ممكن يا عبد الرحمن نعمل المدخلة دلوقتي على طول يلا بطا اسأل بعدك ممكن نعمل كده معلش أنا هستأذن حضرتك يعني ممكن نبدأ دلوقتي عايز تقول إيه أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا لي حلم وأتحقق السنة اللي فاتت برؤية حضرتك خطر خير والنهارده بمدخلة حضرتك وكمان برضو إن أنا حلمت بالبرنامج عشان أنا أناقش أداية أخواتي أصحاب الهمم قدرون باختلاف صباح الخير على حضرتكم أنا سعيد جدا أن ألتقي بحضرتكم على كرسي المزيع لأول مرة في صباح الخير يا مصر وده كان حلم زمان والحقيقة بقى إن عايز أقول لحضرتكم إن وجودي دلوقتي هو المكان في المكان ده هو الدليل إن في عهد السياط الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهتم بشكل كبير بطاقة الشباب قدرات قدرون باختلاف يعني يا جماعة بصوا باختار واحد عايز يبقى في نادي الأهلي النهاردة الأهلي استقبله بقى خلاص واحد عايز يبقى مزيق النهاردة راح تفزيون ستشتغل يعني أنا بتكلم على التفاعل الحقيقي يعني لا يعني في استجابة حقيقية وفكرة تمكين هؤلاء وفكرة دمج هؤلاء في المجتمع أنا أتصور إنه حاجة هتعود بالبركة علينا جميعا أحد الأبناء برضو تكلم وقال أنا عايز أشوف وقابل الكابتن محمد صلاح كان رد الرئيس إنه محمد صلاح ده وطني ومعه مصر على طول يعني عندك إبراهيم ده إنعكس أيضا يعكس إنه القيم الحقيقية اللي بيحاول يوصلها سواء الأشخاص أو المؤسسات مؤسسة نادي الأهلي خلت الناس تتمنى تدخل تبقى عضاء أو يمرسوا رياضة في النادي قيمة للنادي أو قيمة للمؤسسة الكابتن محمد صلاح أحد النماذج الذي يمثل قدوة لكل الأجيال في كل مكان فواحد طالب يشوفه يعني معنى ذلك إن مصر عندها كيانات وعندها شخصيات تصلح لأن يقتدى بها وده اللي احنا شفناه لأنه دول ما بيمثلوش دول صادقين زاو الهمم صادقين اللي على قلبهم على لسنهم لا بيعرف ينافق ولا بيعرف يرائي فدول لما تكلم على محمد صلاح الرئيس قال له ده ييجي نجبهولك وده مع مصر على طوله ده رجل وطني رجل محترم ناس محمد صلاح في حملة شعواء وشرثة على نجم مصر ونجم نادي ليفربول وأحد أهم اللاعبين في العالم إن لم يكن أهم لعب في العالم في حملة ممنهجة ضده محمد صلاح كان فيه أحد اللقاءات التلفزيونية واتسأل سؤال ما فاده أنت بتشرب خمرة ولا لأ فدحك وقال يعني أنا عمري ما نفسي عمري ما فكرت في هذا وعمري ما فكرت أجرب يعني وعمري ما يعني مش بحبها وبقول حرام لا أنا ما جاتش نفسي هو كان ممكن يقول حرام تعالوا بس معنا لو قال محمد صلاح الخمرة طبعا الخمرة حرام طبعا لو قال الخمرة حرام هيتقال عليه تاني يوم إنه محمد صلاح ده إرهابي ولو محمد صلاح قال باشرب هيتقال عليه زنديق محمد صلاح جاءه بإجابة زكاة جدا هو عايش في مجتمع إنجليزي وعايش في الغرب فبالتالي فكرة إنه ممكن الناس ما تفهمش منه فكرة حرام وحلال فهو قال أنا ما باشربش باختصار ما باشربش الأسبابي محدش يخش في نيتي أنا ما باشربش نفسي ما جاتش عليها على الإطلاق عمري ما فكرت أجرب إجابة كانت زكية من محمد صلاح لكن هذا لم يعجب الكثيرين من طيرات أهل الشر والإخوان واللي بيستادوا في الماء العكر بدأ يقولوا على صلاح إنه صلاح يعني اتكبر نقول حرام صلاح ما قالش إنه حرام وقعدوا يعملوا مقارنات مخلة بينه وبين أبو تريك هيهات هيهات يعني انت بتقارن مين بمين وإيه بإيه يعني محمد صلاح وأنا مش عايز أخش في القصة تحش ما بنش يعني أن أنا رجل يعني يعني الموضوع ما ينفعش أعمل هذا كلام لكن خليني بس أقول لحضراتكم إن محمد صلاح يستحق كل احترام وتقدير وإشادة خلقا خلقا ودينا وأدابا واحتراما وواطنية محمد صلاح مش إرهابي محمد صلاح مش إخواني محمد صلاح مش منافق محمد صلاح ما عندوش رأيين بيقولهم محمد صلاح واضح ومحمد صلاح الناس اللي بتهجمه دلوقتي يقولوا شايفين الفرق من أبو تريكا اللي قال إنه أنا ضد الشزوز وضد المثلية وفي نفس التوقيت اللي محمد صلاح ما قالش إنه الخمر حرم بيعمل مقارنات في غير موضعها تماما وبيعمل عملية استنتاجات باطلة خاطئة يعني بشكل فيه استهداف لأحد أهم الرموز المصرية وكأن هناك استهداف وكأن هناك منهج لتدمير بعض الرموز المصرية وسحب القيم من المجتمع وضخ تفهات في المجتمع يعني أنا لما بشوف وتبعت الكلام الهجوم على محمد صلاح من الإخوان والمنصات بتاعته ومغيره يقول لك محمد صلاح وإن الخمر ده محرم قطعا والمحرم بالتدريج والقرآن بصراحة والأحاديث الواضحة إلى آخره الرجل ما قالش ما قالش باشرب ولا لاشرب ولا لحلال ولا حرام ما دخلش الرجل ما دخلش في قصة خالص قال أنا ما باشربش ما فكرتش حتى أجربها نفسي ما جيت لهاش بتكلم بشكل إنساني بحت لقى الحرام ولا لقى الحلال ما دخلش في القصة دي على إطلاق أنا بس والتاني أبو تريكا لما قال إنه المثلية لأ غلط عشان ما يقولش في البيت أنا ساعتها قلت إيه أنا معه في اللي بيقوله تماما وبقول وأنا بقول أكتر منه عشرات ومئات المرات اللي أنا في هذا المكان بقوا هاجم هؤلاء وفلان 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 وحضرتكو عارفين لكن أنا ما قلتش إنه هو غلط لما قالت كان إبراهيم مونير بيقول أه وأبو تريكا في قطر بيقول لا أه دي كانت القصة لكن بصرف نظراً لقاله كلمة المقارنة بين الاثنين لا تجوز المقارنة بين الاثنين لا تجوز محمد صلاح راجل متدين ودينه ليه أي أن كان برضو يعني أنا مش بحاسب الناس على الدين أم ما ينفحش أقول إنه محمد صلاح المتدين فأنا بحبه أو مش بتدين ده الدين ده للإنسان بينه وبالربه لأنا أستفيد منه شيء ولا أنت أستفيد منه أنا أستفيد من شغله من عمله من أخلاقه من صدقه من سمحته من إنسانيته دي الحاجات الدين والتزامه الديني بينه وبين ربنا لأنه ممكن يكون بيمثل علي ممكن أكون بيمثل عليك ممكن يكون فلان بيمثل محدش يعرف مواقرة في الصدر غير ربنا ده بينه وبين ربنا ده ما ينفحش العبد يخش فيه ما ينفحش أنا وأنت أخش فيه فبالتالي محاولة التقليل من شأن محمد صلاح أو محاولة أهلة التربرة محمد صلاح أو محاولة إنه محمد صلاح راجل مش متدين وشوف أبو تريكا بقى الورع الطقي اللي تفلت من عصر الصحابة ده الراجل ده كان عمر بن خطاب هذا الزمان ما ينفعش لأنك انت منافق اللي يقول له هذا الكلام منافق يعني أنا هاتلي يا ابني الناس قالت إيه يعني ده حاتم الحويني أنا لم أتابع الكرة يوما ما لكن الآن علمت لماذا هذا الفارق الكبير بينك وبينها محمد أبو تريكا بولا أبو صلاح فعندما تكون الشهرة بلاءا يستحي المشهور من أن يظهر أن يظهر دينه بقوة في موضع يجب عليه فيه إظهار عقيدته ويقول لا أشرب الخمور لأن ديني يحرمها وإنما ينسب الأمر لعفة نفسه فقط خوفا من هجمات الغرب يعني أنا لا تعليق على هذا إلا أنه نوع من محاولة اغتيال هذا الفتى الفتى الزهبي محمد صلاح بيتعرض لمحاولة اغتيال من أهل الشر وأهل الغباء وأهل غياب المروقة وأهل التنطع وأهل النفاق وأهل الرياء والله ليس دفاعا أن محمد صلاح بشخصه بقدر ما هي دفاعا القيم والأخلاق والمبادئ والإنسانية ما ينفعش يعني لما جاء تريكا قال إنه ضد المسلية أنا قلت هنا أنا مع كلامه معاه موافق عليه مفيش خلاف على الصحي الصح وقلط ودي أراء لكن ليه النفاق وليه الرأيين وليه أنت بتقول هنا رأي وبيقوله إبراهيم من الرأي تاني ده الموضوع فهم جابوا لكينا شفت الراجل ده قال إيه الجريء شفت ده قال إيه طبعا حاجة سخيفة جدا من ناس أسخف حقيقة ده حمزة زوبع بيقول رغم حبي وتقديري لموهبتك استرجل وقل لهم الخمر حرام في الإسلام يا أبو صلاح يعني حمزة زوبع بيقول لمحمد صلاح استرجل وأنا بقول له يعني بقول لحمزة زوبع وإنت من إمتى كنت راجل يعني أنت أصلا لم تعرف الرجولة من قبل فبالتالي يعني أنت والله أنا مكسوف ليك ومكسوف لجماعتك ومكسوف ليك وكلكم اللي أنتم كنتم موجودين في تركيا وبتاكلوا في بعض وفضحين بعض تكلم على محمد صلاح تقول له استرجل أنت استعفف أنت استعفف مش استرجل أنت يعني كن إنسان كن صدق مرة أحدى في حياتك يعني أدي نمازك بس حمزة زوبع وحزم الحويني وغيره آه عندك شبكة رزد بقى بتقول بعض صلاحات صلاح المثيرة للجدل دار الإفتاء تقول إن تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص القرآن والسنة وأجمع المسلمين وتلك النصوص تدل على تحريم طبعا طبعا مين قال مين مسلم حقيقي قال إن الخمر حاليا ما حدش قال ما حدش قال ولا صلاحة قال ولا نوه ولا أشار ولا صرحة ولا وض ما أفيش قال ما بشرفش أنا بقعد في أعداد أنا شخصيا بقعد في أعداد كثير جدا بحكم شغلي وبحكم علاقاتي بره وجوه بقعد معنى تشرب يقول لك أنت هو بيسألك بيسألك عادي هو عنده عادي يقول لك تشرب فأنت تقول له أنا بقى أقول له أطلع أقول له حرام واتق الله وانت وانت أنا مالي أنا مالي شخصيا ديني ليه يا جواي أنا بقول حرام طبعا قولا واحدا شرب الخمر حرام قولا واحدا ما فيه ذلك شك وما حدش يدر لغة كده لكن أنا وأنا بتكلم أنا دايما أبعد فعلا أنا بقول عن نفسي حتى أنا عشان كده يعني متفاهم اللي قاله صلاح حتى يقول لي تشرب أو بيمر علينا في المناسبات في أي مكان وإحنا موجودين فأنت هتقول له لا أمشي وحرام وكذا لا خلص أنا بقول له أنا ما بشرف أو مش عايز أو مش شكر مش لازم أعمل فيلم إن أنا عظيم وإن أنا طقي وإن أنا وارع وإنه الود يعني خلاص مقطع السجادة وإنه خلاص تفلت من عصر الصحابة والتبعيد ده كل ده أو أنت كل ده مش صحيح أنا تعالوا شوفوا محمد صلاح ده اللي بتكلموا عليه أهو محمد صلاح أهو هو ده محمد يعني ده ده يعني هل سجلت محمد صلاح رمز اللي أنا متدين لأ بس ده بقول لكم إذا كنتم بتدورها على الصورة أهو والراجل أهو راجل بسيط لم نسمع عن صلاح شيء يعني نقيصة لم نسمع عنه نقيصة في يوما ما لا تصريحا ولا تلميحا ولا سلوكا راجل محترم راجل محافظ راجل مصري بجد راجل ما باعش لدينه ولا باع بلده ولا باع وطنه راجل واضح أهو أدهكو محمد صلاح هو بيسجد ومسك الخرم بقراه وأنا تاني بقول برضو رغم رمزية هذا ده هو هو الراجل لنفسه بيقرأ قرآن لنفسه بيصلي نفسه بيسجد لنفسه بيصوم لنفسه بيامتنع عن المحرمات لنفسه لكن أنا بينه وبينه إيه أنا علاقتي بمحمد صلاح أنه دعيب كورة محترم جدا شاطر جدا حريف جدا مهاري جدا خلوق كمان مؤدب كمان بيحب بلده كمان ما فيش شائبة تشوبه فالذلك يبقى نموذج ملهم للشباب قال قصة نجاح هم بقى يحاولوا يكسروا في قصة النجاح بس دي الفكرة تشويخ قصص النجاح المصري أي وحد النجاح ابدأ اضرب فيه خبط فيه حط عليه شائعات لو فشل تدخل إنه في الدين إنه مش متدين دخل إنه راجل زنديخ إنه راجل كأي كلام فأي كلام دا دايدانهم في كل شيء يخص أي قيمة من قيم الدولة المصري خليني بس اروح سريعا مع حضراتكم على آخر الوضع في إثيوبيا النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية والسفار الأمريكية في العاصمة دي سبابا قالت إنه على مواطنين في إثيوبيا المغادرة فورا لأن الوضع بات خطير الوضع بات خطير فورية الانسعاف يبقى الولايات المتحدة عندها معلومات أو عندها أخبار إنه الوضع بيتفاقم سوءا في إثيوبيا ودى ليه كلمة دير ديراسيون اللي هو رئيس قليم التجري وبيقول إنه إحنا بننتصر بنحقق انتصارات أبي أحمد مهزوم 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 وإدي سبابا بين أيدينا وإحنا بنعمل تيكتيكات واضحة وإحنا شايفين الدول اللي بتساعد هو بيقول وسماهم بالمناسبة دولتين إقليميتين كبار بيساعدوا بيساعدوا نظام أبي أحمد زي ما بيقول رئيس إقليم التجري أيضا التجري النهاردة المتحدث باسم الجابهة الجابهة التجري جيتاشو قال إنه سحقنا العدو وأبي أحمد لن يصل لقواتنا واستطعنا السيطرة على مناطق جديدة في مدينة ديسي الواقعة في وسط إثيوبيا على تقاطع الطرق الرئيسية الرابطة بين العاصمة أديسة بابا بعضها وبعض ده كلام جيتاشو رضا النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية سمالة رويترز ومعها خمس دول بتحث إثيوبيا على وقف الاحتجاز غير القانوني ست دول من بينها الولايات المتحدة النهاردة أعلنت عن قلقها العميق بشأن تقارير تفيد بأن إثيوبيا تحتجز أعدادا كبيرة من المواطنين الإثيوبيين على أساس عرقي والبيان الصادر من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا قال إنه بيتم النهاردة القبضة احتجازهم دون توجيه التهمات أو جلس الاستماع فقط نظرا لانتهاكات عرقية وقالوا إنه يجب أن تتوقف هذا ومعهم أستراليا والدنمارك وهولندا هي للدول اللي حاسد إثيوبيا على ضرورة احترام الآخر والنهاردة أعتقد إن الوضع في إثيوبيا بيزداد سوء وبيزداد خطورة لكن أعتقد إنه الوضع يعني لا يسعل أحد سواء ما يجري في إثيوبيا في الشمال أو ما يجري في عفار أو ما يجري في إقليم أمهرة لا يسعد أحدا على الإطلاق شعب في 104 أو 105 مليون عايز يأكل وعايز يشرب عايز يعيش عايز تنمية عايز شغل عايز فرص عمل عايز 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 وفجأة بيدخل في هذه الحرب وستراع على السلطة بين هؤلاء المتناحرين خليني بس سبعمائة كيلو وعشرين داخل منطقة قروميا اللي تيها أديس أبابا قدام حضركم ودي الصومل السيوبي خليني بس أقول لحضراتكم أهو هنا ف أهو أهو دي أديس أبابا يبقى الحدود عشان أحضركم بس تاخدوا بالكو أنه الدايرة دي دي أديس أبابا قدام حضراتكم القوات التجري وصلة أهي يعني شايفين المسافة قد إيه شايفين المسافة قد إيه لو هنعملنا خط طول قد إيه وخط ضعارط قد إيه يبقى كل المساحات دي المساحات جابة التحريد التجري ومعها المتحالفين معها من جابة التحرق قرومو قابقى وسيني أو أدنى يصلوا من قديس أبابا العاصمة أهي كانت من درية ما كنت شايفة إجمالا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول وجابوا قوات تقريبا في هذه المنطقة لمحاولة إجلاء الرعاية لو حدث مشكلة كبيرة جدا الوضع في إسيوبا في حالة غموض في حالة من حالات الضبابية خلينا نتابع معا التفاصيل لكن خليني أطلع فاصل قبل ما أطلع فاصل إن شاء الله يعني بقول لحضراتكم بعد الفاصل معايا السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الانتحاد الأوروبي في مصر وهيبقى في حوار لايف مع سياتو بعد الفاصل انتظرونا لأنه هذا الحوار سنخش فيه كثير من القضايا ذات الصلة بين مصر الانتحاد الأوروبي القضايا الإقليمية الموجودة حتى إثيوبيا ودور الانتحاد الأوروبي في كل هذه القضايا انت الفاصل ونعود أهلا بحضراتكم من جديد الآن معي ضيف كبير ومهم بقدر قوة العلاقات المصرية الأوروبية سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السيد كريستيان بيرجر أهلا بك سيد كريستيان دعني أبدأ بالعلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي وأفاق هذه العلاقات ومشتقبل هذه العلاقة أيضا في هذا التوقيت ونبدأ بعد ذلك في الملفات ملف ملف شكرا جزيلا على توجيه هذه الدعوة أنا سعيد بوجود معك هذه الليلة طرحت سؤالا هاما عن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتعامل أيضا بشكل يومي العلاقة مع مصر علاقة هامة جدا وبالنظر على الخريطة مصر دولة هامة جدا وهي نقطة العبور بين أوروبا وإفريقيا فيما يتعلق بوسائل النقل وهناك قناة السويس كمثال حي على ذلك هناك العديد من المهام والعلاقات التاريخية ورابط مصر رابط قوي جدا من ناحية الشعوب ومن ناحية العمل أيضا بالاتحاد الأوروبي في مصر وبالتالي مصر تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا في العديد من الأوجه كما تحدثت عنها سيادة سعاد ستثير ربما بيبرز على السطح قضية المناخ والتغيرات المناخية وما تواجهه الكرة الأرضية من احترار وتغيرات حتى أثرت على الكثير من المجالات مصر ستستضيف قمة المناخ عام 2022 في شرم الشيخ كيف يمكن أن يكون هناك مساعدة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر كيف يمكن أن نتعاون من أجل إنجاح هذا المؤتمر بمخرجات جديدة دعني أهن بمصر بهذه الاستضافة وكما حدث وكنت في جلاسكو وتم الإعلان عن ذلك وهو حدث هام جدا تمن أيضا اتفاقية باريس أيضا للمناقة على مدار العديد من السنوات كان هناك تعاون وثيق مع مصر في العديد من الموضوعات البيئية الهامة وذلك يتعلق بتطوير مصادر الطاقة والطاقة المتجددة ومثل الهايدروجين آخرها الهايدروجين وهذا التعامل مع البيئة في حد ذاتها إنما ينبع من إيقاف عمليات التلوث والعديد من الأمور الموثة وبالتالي الاتحاد الأوروبي وضع نفسه أهدافا هامة جدا ضمن أهدافه من علاقة لعام أيضا عشرين خمسين وبالتالي أوروبا والاتحاد الأوروبي كقارة ولكن ليست قارة كبيرة لوحدها تريد التعامل مع جيرانها من أجل تحقيق هذه الأهداف وهنا نبحث عن شراكة حقيقية مع جيراننا في مصر من أجل إضافة وإعطاء أهمية لقدرات مصر الواضحة وخاصة في أول سنوات القادمة والعديد من الموضوعات الهامة التي نتطلع للتعامل وأيضا وتحديدها مع مصر والتي تلعب دورا هاما جدا كشريك أيضا ورئيسا لهذا المؤتمر سعد سفير ربما أستمر أيضا في قضية المناخ نظرا لأنه التغيرات الحادة التي نشهدها من براكين من زلازل من حرائق في الغابات فتؤدي إلى انخفاض المنتوجات الزراعية فتؤدي إلى ارتفاع الأسعار فتؤدي إلى زيادة الجوع كيف يمكن أن يساهم الاتحاد الأوروبي بدوله وقدرته على مساعدة الدول الفقيرة وتقليل فجوة الجوع الموجودة في العالم قمنا بتطوير برنامج كبير من اتحاد الأوروبي وهو أكبر مساهم في هذا البرنامج من منع الجوع أيضا ومنع المجعات في العالم وهذه استراتيجية تبناها الاتحاد الأوروبي وسنعمل أيضا مع العديد من الدول الأمور الهامة هو استدامة أيضا إنتاج الغزاء ومنظومة الغزاء التي يجب أن تكون مستدامة العديد من الأوجه الأخرى التي نتحدث عنها بوضوح وتتعلق على المياه وتوفير المياه والتي أيضا نواجه ندرة أيضا ونقص في المياه وهناك برنامج كبير للتعاون هنا في المنطقة وأيضا في شمال إفريقيا كما تعلم أيضا سيادتكم بالسكان أيضا في تزايد وتصل إلى ربما 30 أو 40 في المية من الدول التي عاني ربما نقص في المياه هناك تعاون وثيقة من أجل التعامل مع جهات ومناطق أخرى لضمان عدم حدوث مجاعة وتقديم الطعام صاحب سفير ربما يعني حديثك عن ندرة المياه وزيادة السكان بتدفعني أن أسأل بشكل مباشر كيف يمكن أن يساهم الاتحاد الأوروبي مصر ويساعد مصر والسودان واثيوبيا في الوصول إلى اتفاق فيما خصت النهضة العلاقة الوثيقة دائما بين دول المنبع ودول مصب هنا نجد أزمة كيف يمكن الاتحاد الأوروبي أن يساهم في تقليل هذه الخلافات والوصول إلى حل يضمن تنمية مستدامة في منطقة مهمة للجميع نحن نؤمن بأن حوض النيل يعطي فرص كبيرة جدا وفرص اقتصادية كثيرة جدا من أجل حياة مستدامة وتنمية مستدامة لهذا الغرض وفي مونسابات عديدة قلت بوضوح بأننا ما نحتاجه هو وجود اتفاق بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر ونحن نعمل بنشاط في هذا مع زملائي على هذا الصدد وهذه الساحة من أجل المراقبة ومن أجل تقديم الدعم والمساعدة وليس فقط كما وضحنا مؤخرا وفي شهر مايو ولكن كنا أيضا في العديد من المناسبات الأخرى ومع مصر ونحاول إيجاد طريقة لمساعدة هذه الدول الثلاثة ومن خلال الاتحاد الإفريقي لتقديم الدعم المناسب وإيجاد آلية وحل مقبول للجميع سعد سفير برضو أستمر في هذا الملف وأن مصر دولة فيها 100 مليون ويزيد من عدد سكان ليس هناك أي موارد مائية إلا نهر النيل هناك حالة من الجفاف وتصحر الأعلى في العالم لذلك مصر بتتمسك بشدة بدرورة الحفاظ على حصتها في مياه نهر النيل العكس سيكون هناك كارثة حقيقية ليست في مصر إنما على المنطقة برمتها بما فيها أوروبا فلذلك مصر بتنادي وتدفع الأمور في اتجاه الوصول لحل سلمي على مرة المفاوضات الوضع في إثيوبيا الآن وضع مقلق ومرتبك ولا يدعو إلى التفاؤل كيف يمكن أن تساعد دول الاتحاد الأوروبي بقواتها في محاولة الوصول إلى تهدئة في إثيوبيا من أجل الوصول إلى حل من أجل ضمان وصول المياه إلى مصر هناك أوجه عديدة لهذا الأمر أولا يتعلق على الاتفاق الذي تحدثت عنه وعن إمداد المياه إلى مصر وقلنا بوضوح يجب أن تكون هناك اتفاق يضم ثلاثة دول وأيضا سواء من دول المصب أو دول المنبع أيضا وبالتالي وفي مثال هناك أيضا مصر تستطيع أن تستمر في الحصول على حصتها في هذه المياه ولكن هناك أوجه أخرى أيضا كمثال دعني أقول كان لدينا خلال للعشر 15 عاما الماضية كانت مصادر المياه والمصدر المياه بين مصر وأوروبا وهناك أيضا المحطات لمعالجة المياه وتحسين شبكة الصرف وتحسين أيضا شبكة الري من خلال محطات معالجة المياه هناك أمور تقنية والعديد من مشروعات في محطات تحلية وبالتالي سأقول أن نصف مليار يورو أنفقت في مصر من العمل في مجال أيضا مصادر المياه ومن أجل حدوث استقرار أيضا للسكان في مصر نعم مع زيادة السكانية وهناك أيضا مشروع كبير جدا سيتعامل مع المياه ومع الري ونحن نعمل حاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبية تعمل أيضا مع وأيضا إسبوع للمياه عقدة في أكتوبر الماضي في مصر ناقشنا فيه كل هذه الموضوعات وأعتقد أنه حدث كبير جدا وأن مصر ستصبح منصة وستصبح قاعدة كبيرة للمياه في مصر وفي إفريقيا وبالتالي لدينا العديد من المؤسسات الدولية تشارك في هذه إسبوع المياه في مصر وكما قلت إن المفوضية الاتحاد الأوروبي أصدرت بيانا أيضا بأن المياه وجاء وسستطيع أن تكون أولوية لاتحاد الأوروبي أيضا في المصر سعاد سفير يعني برضو بلغة مصرية يعني يفهمها المصريون هل الاتحاد الأوروبي متفهم قلق الشعب المصري؟ أكيد نحن نعلم تاريخ مصر وعندما أولدت وذهبنا إلى المدارس في أوروبا وفي أول درسي للتاريخ كان دائما يبدأ بمصر وبالتاريخ مصر وأن مصر هدية النيل وهبة النيل وبالتالي هذه أمور تعلمناها وعلى دراية كاملة بالوقت سعاد سفير أنت شاركت في أسبوع القاهرة المياه وأنا شاركت كذلك استمعت الكثير من مواقع الحوار والجلسات ووضعنا أيدينا على أن مصر الآن من الدول المتقدمة جدا في استخدامات المياه سواء تحلية المياه أو إعادة استخدامات المياه المعالجة بحيرة بحر البقر والمحطة ومحطة الحمام في طريق كمية المشروعات تبطين الطرع ومحاولة استخدام كل نقطة مياه بشكل اقتصادي يجعل أن مصر أمام العالم نموذج في الاستخدام الاقتصادي الأمثل للمياه وده أعتقد كما تفضلت هيعطي نموذج لكنه محتاج المسندة من الاتحاد الأوروبي أيضا بالفعل وأعتقد أننا نفعل ذلك وعطيتك مثالا عن دعم المشروع في برج العرب وهناك مركز بحث كبير وبطرق ابتكارية جديدا وفي تحلية المياه تم ذلك بالتعاون أيضا مع استخدام الطاقة الشمسية وبالتالي نسعى لتخزين الطاقة التي تأتي من الشمس وتخزينها أيضا لإستخدامها ليلا وبالتالي أيضا هناك نسبة من المألح أيضا تساعد أيضا على الاستمرار في استخدامها لمشروعات تحلية مياه الأبار هذا مثال على جهود الاتحاد الأوروبي والتعاون مع مصر وكما ذكرت هناك محطات معالجة المياه في كافة أرجاء مصر وهناك جوانب أخرى هناك أيضا معالجة أيضا المواد الصلبة والمواد الصناعية والمياه الصناعية وبالتالي العديد من الشعاعات يجب في مصر وبالتالي هذا ما نبحث عنه مع مصر سعد سفير دعني أخرج قليلا خارج مصر وأذهب إلى منطقة شرق المتوسط ومنطقة إلى حد كبير غير دافئة في العلاقات أو منطقة فيها توتر حول الموارد الطبيعية والغاز وعقول الغاز ومشاكل موجودة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم في ضبط إقاع العلاقات لكي يكون هناك تعاون وتكامل بين الجميع سواء دول شمال إفريقيا أو دول جنوب أوروبا البحر المتوسط ويربط أيضا أوروبا والاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية هناك أيضا منظمة تدعى أيضا الاتحاد من أجل الأفريقيا ومن أجل الأوروبا وشرق الأوسط وهذه المنظمة أنشئت لفترة طويلة وكانت نتائجها في عملية بارشلونة وبالتالي التعاون أيضا لمشروع بابين في عام 1995 من أكثر من 26 عاما نعمل على هذا النقطة الهامة ونحن هدية هذه هبة هذه البحر أيضا المتوسط يجب أن نعمل على إحداث استقرار ورفاهية لأن دول الشمال أيضا على البحر المتوسط ودول جوار وأيضا وفي إبريل من هذا العام أردنا أيضا إعادة إحياء أيضا مبادرة بارشلونة بالعديد من أيضا الوثائق والخاصة بالاقتصاد والنمو والمناخ والحكومات والتعليم جوانب عديدة من خمسة أو ستة مواثيق ويجب أن وضعت على قمة الأجندة للتعامل مع جنوب المتوسط أيضا وبالتالي يجب أن تكون هناك آلية للاستمرار في تنفيذ هذه الأفكار والأراء من أجل تطويرها مع شركاء ناية سيد سعد سفير كريستيان بيرجر أنت خدمت في القدس أو في الأراضي الفلسطينية وخدمت أيضا في سوريا ولديك خبرة عريضة في فهم الملفات على الأرض والقضية الفلسطينية والمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإقامة دولتين التحاد الأوروبي كان واضحا أنه مع حل الدولتين ضد الاستيطان مع المفاوضات مع التهدئة مع كل هذا سوابت موجودة للتحاد الأوروبي ومصر المتطابقة في وجهة نظرة مع التحاد الأوروبي كيف ترى الوضع في الأراضي الفلسطينية وكيف ترى حل الدولتين وما يمكن أن يقدموا للتحاد الأوروبي في هذا الإطار أبدأ بجملة تاريخية منذ ألف 980 لأكثر من 40 عاما فالتحاد الأوروبي وجهة نظري كانت الحل يجب أن يتم الحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال دولتين هذا كان رأيي للتحاد بالإجانب دولة الإسرائيل القائمة يكون هناك دولة للفلسطينيين وطبقا لهذه القواعد وحل الدولتين وعيقاف النيران في عام 1997 وقلنا يجب أن تكون القدس عاصمة مشاركة ما بين الدولتين وبالتالي هذه القواعد للتحاد الأوروبي التي أرسها من أكثر من 40 عاما وبالتالي كانت وجهة النظر واضحة حول إيجاد هذا الحل وإذا سمحت لي أن أقول يجب أن لا فقط نضع الأموال في الأفواه ولكن يجب خلق أيضا مؤسسات فلسطينية وسلطة فلسطينية أنا كنت رئيسا لوفد في القدس ومسؤول عن التعاون مع الفلسطينيين وضعنا الكثير من الجهود والأموال من أجل بناء مؤسسات فلسطينية يمكن الاعتماد عليها من أجل بناء الدولة في المستقبل وخلق دولة فلسطينية في المستقبل مع حل الدولتين بجانب إسرائيل ما زالت حتى الآن قائمة وبالتالي ما زال نؤمن بحل الدولتين مثل مصر أيضا والتي تؤمن في العديد من المؤسسات وتكرر ونحن أيضا عضوة في هذه اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط وبها العمى المتحدة والروسيا وأيضا والتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل حلول وحل الدولتين ورأينا أيضا على عديد من الخطوات عبر المزيد من الوقت وبالتالي يجب أن نستشرق هذا الحل للدولتين وسنستمر في العمل لأنني كنت ممثلا خاصا وأبعوثا خاصا ومع أيضا زملائي في اللجنة الرباعية من مصر وكان هناك اجتماع مع وزير الخارجية وأيضا وأمين عام جماعة الدول العربية والأطراف الأخرى الفلسطينية والإسرائيلية ومن أجل إيجاد حل الدولتين ودعم أيضا لبناء سلطتها سيد كريستيان منذ أيام قليلة صدرت قرارات من داخل بريطانيا بأن حماس جماعة إرهابي سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري وكان قرار من وزارة الداخلية البريطانية والبرلمان أقر هذا هل هذا الكلام له تأثير على رأي الاتحاد الأوروبي في حماس؟ بالنسبة للاتحاد الأوروبي أيضا تعد حماس منظمة إرهابية وهي أيضا الجناح أيضا الأيمن وفي عام 2002 وبالتالي نحن نؤمن بهذا أيضا سعاد سفير نذهب إلى ملاف السوري كيف ترى أو كيف يرى الاتحاد الأوروبي الأزمة السورية وهي أزمة عميقة استمرت سنوات أدت إلى كثير من موجات الهجر التي أثرت سلبا على القرى الأوروبية نحن نحتاج إلى حل نحتاج إلى أن يكون هناك حلول غير تقليدية وأنت خدمت أيضا في سوريا كيف ترى المشهد السوري وآلية الخروج منه سؤال جيد جدا ودائما الناس تتساءل ويسألونني ومنذ بدأت في مارس عام 2011 وعندما كنا نعمل عن قرب سوريا كانت شريكا للاتحاد الأوروبي وتشارك أيضا في اتفاقيات كثيرة وفي العديد من الدول الاتحاد الأوروبي والموقف أيضا ساء في عام 2011 ومنذ ذلك الحين ونحن ندعم أيضا أمم المتحدة ومبعوثها السكرتير العام والأمين العام من أجل إيجاد حلول شاركنا في العديد من المناسبات وجينيفا واحد جينيفا اتنين وثلاثة وكنا متواجدين دائما بطرح الأفكار على المائدة وعلى الطاولة وفي عام 2012 وكيف نجد حلولا ندعمها ومن خلال التعاون مع جامعة الدول العربية أطلقنا أيضا لجنة للمراقبة وأيضا من خلال مراقبين أيضا الجامعة العربية ودفع المركبات المدرعة من أجل عملية المراقبة وإيقاف أيضا القتال وعمليات القتال والعديد من المهام الأخرى التي استمرت في الإغاثة وتقديم الدعم ثم لم تستمر نعمل الآن مع شركائنا ومع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول تساعد على حسم وإنهاء هذا الصراع وكما قلت من قبل أنا خدمت في سوريا منذ فترة طويلة وبالنسبة لي أنا أسف أن أرى دولة تنهار كدولة كانت محورية نصف السكان تم نزوحهم أيضا أكثر من 12 مليون تركوا بيوتهم ونازلهم من إجمال 24 مليون كانوا متوجدين خارج الدولة نحن ننظر على العديد من المدن السورية والثقافة السورية والمراكز الثقافة وكانت تراثا إنسانيا كبيرا وتاريخيا تضمر وكانت مأساة حالات مأساوية وقتلاء الكثير من السوريين نحن دائما نسعى مع دول الجوار للسورية ودول العربية من أجل حل هذه الأزمة وكما قلت نحن ما زلنا متوجدون هناك مع الأمم المتحدة في مفاوضات كثيرة من أجل استمرار قريبا جدا لإيجاد حل سعد سفير يعني إنسانيا أتحدث معك بعيدا عن الإطار حتى الوظيفي ما جرى في سوريا مرشح أن يحدث في دول أخرى أسباب ما جرى في سوريا كانت قبل 2011 دولة مستقرة قد تحتاج إلى حريات إلى أخيره لكن كانت مستقرة الوضع في سوريا الآن والوضع في سوريا قبل 2011 أعتقد أن أي عاقل يقول كان أفضل في 2011 ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا تدخلات الأجنبية تدخلات الخارجية محاولة الدخول في فكرة المذهبية داخل سوريا أدت إلى هذا كيف نضمن أن لا تقرر ما جرى في سوريا في دول أخرى أنت على حق بطرح هذا السؤال لأننا دائما يجب أن نتعامل مع أسباب المشكلة وكيف حدثت دعنا ننظر أيضا على الوقت وفي مارس عام 2011 وأيضا عندما حدث الربيع العربي في العديد من الدول وأيضا طبقا لما قال الناس آنذاك وعندما وصلنا إلى سوريا وكانت المزارات في درعة في مدينة درعة وكان هناك ألاف من السوريين ينتفدون وقام بشار الأسد بالتعامل مع هذه الانتفاضة وهذه الثورة بالتعامل معها بالناحية العسكرية وبالتالي ازدادت وتيرت وشعلت أيضا هذه وبالتالي أصبح وبسرعة اندمجت على العديد أيضا من الأطراف في هذه الدولة يجب أن يكون هناك أكسجين وهو أيضا الأموال والسلاح وأيضا المقاتلي الأجانب هذه الثلاثة نقاط هي من أعطت هذه الدمار داخل سوريا هذه رأيي الشخصي ولا وجهة نظري الشخصية وهذه أحد المأساة التي حدثت في سوريا وأصبحت ميدانا للمعركة لقوة خارجية كثيرة تتصارى على أرض سوريا سعاد ستير هل يمكن أن يكون هناك تعاون مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي وبين بشار الأسد؟ قلنا في عام 2012 أن بشار الأسد يجب أن يتنحى جانبا وخاصة في عام 2011 و2012 كانت الرسالة واضحة كيف يمكن أن ينهار في ظل انهيار دولة أن تطيح برئيسي أتذكر في سبتمبر عام 2012 وقامت الولايات المتحدة وهيلاري كلينتون آنازاك وقالت يجب أن يتنحى وأن يذهب بشار الأسد والاتحاد الأوروبي طلب أيضا إيجاد حكومة بديلة في ذلك الوقت لتوحيد الدولة كان هذا هو الموقف وما زال إلى اليوم لأن الحلول السياسية في هذا البلد يجب أن تأتي من داخل السوريين أنفسهم وبالتالي هناك قوى سورية وجماعات سورية يجب أن تتطفق على الدستور وتتطفق على عملية سياسية وانتخابات سورية هذا ما يدعمه وينادي به أيضا الاتحاد الأوروبي ومبعوث الاتحاد الأوروبي والسكرتير العام في سواء في جينيفا من أجل استمرار المفاوضات وإنجاحها لإيجاد دستور جديد في سوريا من سوريا إلى ليبيا والانتخابات على الأبواب والجميع بيدعم الانتخابات تحت أوروبي الولايات المتحدة الأمريكية جميع الدول العربية كل الدول بتحاول أن تنعاقد الانتخابات وخروج المرتزقة خروج القوات الأجنبية أن تبقى ليبيا يحكمها فقط أهل ليبيا كيف يرى الاتحاد الأوروبي الملف الليبي وكيف يدفع الاتحاد الأوروبي إلى إنجاح الانتخابات وهل هناك نوع من الانتقائية في القرارات داخل ليبيا مرة ثانية ليبيا دولة تواجه موقف صعب منذ عام 2011 وأيضا هناك تشابه مع سوريا بهذا الأمر ليبيا من موقف واضح من البداية حاولنا التدخل من أجل حكومة انتقالية في عام 2011 وقدمنا دعما أيضا وأيضا لمهمة أيضا للحدود لحماية الحدود الليبية لأنك تتذكر كان هناك الكثير من الأرهبيين والتسلل من الجنوب داخل دولة ليبيا كنا نتحدث عن اختفاء الأسلحة وتسربها وسرقة الاسلاح من أيام نظام القذافي ومنذ البداية كان لدينا رغبة في استقرار هذه الدولة وإيجاد حكومة انتقالية تستطيع أن تدير الدولة الليبية وبالتالي عام 2011 وحتى عام 2021 ما نراه الآن هو أن العملية السياسية بدأت ومنذ عدة سنوات بدأت الآن في طريقها وأيضا مرة سنية هناك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة نود أن نشاهد هذه العملية السياسية تنجح في ليبيا لأننا على نفس المسار مع مصر كانت هناك مناقشات مؤخرا مع زملائي في الحكومة المصرية جميعنا نريد العملية السياسية أن تؤدي إلى انعقاد انتخابات ناجحة في ليبيا وأيضا في ديسمبر وبعد ذلك يجب أن ننظر على الانتخابات البرلمانية وبالتالي سنصر على نجاح ذلك من جانب أيضا قرارات مجلس الأمن وأيضا واتخاذ إجراءات تجبر القوات الأجنبية والعسكرة الانسحاب والمرتزقة الذين يحدثون عدم استقرار نحن ندعم كل الجهود التي تساعد على استقرار ووحدة الدولة الليبية وخروج كل هذه الجماعات وحدوث توافق بين القبائل وبالتالي بدأنا وسندعم أيضا مجتمع في ليبيا لنجاح هذا الطب أخير من ليبيا وأنت تتحدث تحدثت عن الإرهابيين الذين يتحركون في منطقة الساحل والسحراء والأمر مقلق لأنه انتقلت داعش من سوريا والعراق لكنها لم تختفي انتقلت إلى الساحل والسحراء في إفريقيا إذن نحن ندير داعش ولا نقضي عليها كيف يرى الاتحاد الأوروبي القضاء على داعش والقاعدة من قبل والجماعات الإرهابية لأنه لا يمكن أن تنجح دولة بمفرد وإنما نجاح دولي نجاح إقليمي أنت محق فيما قلت وبالتالي نحن قمنا بهذه الحملة والحرب أعلن الحرب على داعش والمجتمع الدولي معا وكانت هناك استراتيجية لمواجهة داعش والقضاء عليه نعم كنا قلقين جدا وعملنا بقرب مع هذه الدول التي عانت من إرهاب داعش وفي السحراء والساحل نريد تقوية هذه الدول وقدراتها العسكرية من أجل مواجهة الأنشطة الإرهابية وبالتالي أيضا ودعم القوات الشرطة وقوات العسكرية والحدود لهذه الدول هناك تعاون وثيق بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول الخمس دول الساحل والساحل سعد سفير أعود إلى الوضع داخل مصر مرة أخرى وأنت موجود في مصر ومقيم في مصر ترى ما يجري على أرض مصر نحن نرى كشعب أن هناك تغيير حقيقي على الأرض نرى أن هناك إعادة بناء الدولة بنية تحتية محاربة إرهاب محاولة لإعادة بناء الإنسان كيف تراها بعين غربي نحن نرى تطور إيجابي كبير خلال السنوات الماضية وبعض عام 2013 وعدم الاستقرار في مصر وعادت مصر مرة أخرى وعادت الشعب لإعادة بناء حياته مرة أخرى والحكومة بذلت جهودا مضنية من أجل إعادة الاستقرار في الدولة واستثمرت كثيرا في تقديم الدعم للشعب المصري كانت هناك برامج كثيرة شاركنا في عديد من برامج أيضا وكما ذكرت بنفسك تطوير أيضا البناء والمدن الجديدة وبناء المدن الجديدة والبنية التحتية هنا في القاهرة مع العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين والعديد من الأماكن في مصر هناك فارق حقيقي وكبير ما بين مصر من خمسة ستة سنوات مضت وبين مصر الآن لدينا الآن في عام 2016 و2017 الاتحاد الأوروبي ومصر اتفقوا على شراكة وأولويات للشراكة الأولويات كانت تتعلق بقررنا بين أنفسنا بأن نقدم الدعم والتعاون مع مصر هذه النقاط التي تحدثت عنها التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي والتعليم والصحة والعديد من المجالات الأخرى والاستثمارات والتجارة نقاط هامة جدا للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وأتمنى أن مصر تستمر وتعتمد أيضا على أنفسها في كما تحدث الآن ونساهم بجزء قليل في المستقبل كيف رأيت سعاد سفير افتتاح طريق الكباش في الأقصر وكيف تبعت من قبله نقل المميوات إلى المتحف الحضارة وكيف تتوقع المتحف الكبير الذي يفتتح في نهاية العام القادم كهدية مصرية إلى الثقافة العالمية أنا أريد أن أكون سفيرا لمصر لأنني أريد أن أحضر افتتاح هذا المتحف وأكون سفيرا لمصر لأنه أنا سعيد جدا وأتمنى أثناء وجودي هنا أنا شاركت حقيقا ودعيت لأبرة والمميز في تعمل مدان التحرير إلى المتحف ومتحف الحضارات وكان عرضا رائع وخبرة رائعة أن أرى هذه في عام 2021 الملوك والملكات تتحرك في هذه الموكب الرائع وأهمية أيضا علماء الأثار المصريين وتسجيلهم لهذا التاريخ ليس فقط لليوم ولكن لمصر كدولة جازبة للسياحة ونريد أن نحقق هذه الإنجازات على مستوى السياحة والعلماء المصريين وكل عدة أشهر اكتشافات جديدة في مصر وأدعى دايما لحضور هذه الاكتشافات ربما للأسف لم أذهب للأخصر كندي اجتماع هنا في القاهرة ولم أتمكن كنت أتمنى الحضور ولكن شاهدتها على شاشة التلفاز وكان افتتاح أيضا طريق الكباش هذا التاريخ الفرعوني الهام لهذه الدولة يعطي لمصر هذه الحيوية وهذه تعتبر وجهة أو قبلة للسائحين وأيضا الوزير عناني ووزير الأثار دعاني أيضا لحضور أيضا والكارنك والأخصر والآن الافتتاح الكبير لأكبر متحف في العالم هذا هو الإنجاز الكبير الذي سيحققه مصر وأتمنى أن تنتهي أزمة وباء كورونا ويسافر الناس من كل أرجاء العالم ليأتوا إلى مصر هنا كنقطة جزب سياحي وحضور نحن نتطلع لافتتاح هذا المتحف صاد سفير وأنت تحدثت حدثت عن كورونا إذا غادرتنا فربما تعودوا المياه إلى مجريها كيف ترى التعاون بين الاتحاد الأوروبي أو ما يمكن أن يقدموا الاتحاد الأوروبي لمصر والقارن الأفريقية في مواجهة كوفيد-19 دعني أبدأ بالعام الماضي العام الماضي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شركاء وشركاء في مجموعة دول العشرين أطلقنا أيضا دعم مالي ومؤسسة مالية من أجل سمويل الأبحاث لتوفير اللقاح وحدث في مايو من العام الماضي وبسرعة شديدة قدمنا أيضا الأموال إلى شركات الأدوية من أجل تطوير اللقاح وبالتالي بعد تطوير اللقاح وبالتالي الموقف من البداية كنا نريد أن نشارك دول العالم وبالأمس استخدمنا أيضا أكثر من مليار لقاح وجرعة حدثت فيه وقام أيضا التبرع بها الاتحاد الأوروبي حول العالم بما في ذلك إفريقيا نقطة أخرى حماية أيضا إنتاج اللقاح مصر قامت بتطوير من ناحية الأدوية مصر متطورة جدا وقامت بإنتاج اللقاح وبالتواصل نحن مع زملائنا في وزارة الصحة وعقبنا اجتماعا مع الرئيس حول هذا الأمر وقال أريد أن أرى مصر تصبح أيضا منطقة جاذبة وأن تصبح منتجة للقاح في إفريقيا وأن تكون منصة لإنتاج اللقاحات والأدوية في إفريقيا وبالتالي كما في السنغال ورواندا مصر تقوم بتطور كبير جدا في مجال الأدوية وصناعة الدواء وهذا ما يجعل قاعدة كبيرة هنا لمصر ولكي تصبح أيضا بالتعاون على اتحاد الأوروبية سعد سفير مصر خارج تجربة عنيفة ومريرة لإصلاح الاقتصادي منها عادة منظومة الدعم مرة أخرى وتحرير سعر الصرف محاولة فتح أفق للإستثمار محاولة تغيير التشريعات محاولة أن تكون مصر جاذبة للإستثمارات الرئيس دائما يتحدث عن توطين الصناعة وجاذب الإستثمارات كيف ترى بأعين أوروبية برضو ما يجري على الأرض مصر كتجربة إصلاح اقتصادي ومصر حققت أو حافظت على معدل نمو ربما هو الأعلى في الدول الناشئة خلال أزمة كورونا دعني أتحدث عن رابط بالكورونا ورأينا أثناء الأزمة بأن هناك كان خطوط إمداد وكانت هناك مخاطر كثيرة في أي دولة في العالم هناك أيضا أثناء خطوط الإمداد وبالتالي يتم قطعها أحيانا ورأينا ذلك في العديد من الصناعات ليس بالضبط أن تكون هناك مواد خامة ولكن في العديد من الصناعات الأخرى ربما لا تتوافر أو يحدث تأخير أو قطع لخطوط الإمداد ولكن من التفكير والناحية الاستراتيجية وفك الاتحاد الأوروبي من الأهمية بما كان أن نحقق أيضا لدولة مثل مصر وهي متقدمة لديكم أيضا منية تحتية متقدمة لديكم وسائل نقل متقدمة تسهيلات كثيرة مباني أيضا قوى عاملة تعليم عالي مصر حقيقة دولة مهمة جدا لإستثمار أيضا ولديها أرقام الأرقام تتحدث عن نفسها في مصر مصر دولة وفي دولة إفريقية لديها أكثر انستثمارات من الاتحاد الأوروبي ربما الأعلى ثاني أعلى دولة في الاتحاد متوسط وبالتالي الشركات الأوروبية ترغب في الإستثمار في مصر مصر وخلال السنوات الماضية قدمت الكثير من أجل الجزب الإستثمارات الأوروبية في مصر بصفة عامة نحن نتحدث عن للتغلب على البريقراطية وتسجيل الشركات وتسهيل أيضا اللقاحات وأيضا الجمارك والعديد من القوانين المشجعة والمحفزة لإستثمارات في مصر ونحن أيضا في تواصل مستمر مع زملائنا في السلطات والوزرات والهيئات المصرية من أجل أن نعبر عن رغبات الأوروبيين وشركات الأوروبية وفي احتياجاتها من أجل جزب الاستثمارات في مصر والأرقام تتحدث عن نفسها كيف رأيتم انتقال العاصمة المصرية التي استمرت في القاهرة لمدة 1151 سنة بتنتقل الآن لفترة الأجربية 6 أشهر إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومن ثم تنتقل الدولة وإدارة الدولة إلى العاصمة كيف رأيتم هذا الإجراء الحاسم كيف رأيتم هذا الإجراء غير المسبوق في مصر على مدار أكثر من 10 قرون أعتقد كان قراراً هاماً جداً من جانب الحكومة المصرية أولاً من أجل دعم الاستثمار والبنية التحتية والصناعات في العاصمة الإدارية الهدف كان أيضاً تسهيل وجعل الحياة في القاهرة أكثر سهولة لأن الحياة كانت ربماً صعبة في القاهرة ومزدحمة وبالتالي التحرك نحو العاصمة الإدارية الجديدة وشرق القاهرة سيساعد على دعوة أيضاً الكثير دعيت أيضاً لمشاهدة التطور الذي تشهد العاصمة الإدارية منذ أسبوعين تقريباً وحضرت أيضاً الأوركسترا هنا العقدة في الأوبرا وحضرت العرض الأول في الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة وكنت سعيد جداً حضور هذا الحفل وهناك العديد من الأحداث التي تلت ذلك في الأسبوع ربما والشهور القادمة ومع تحرك العاصمة الإدارية والحكومة انتقالها والتالي ما زال هناك الكثير من المباني تحت الإنشاء ستاهى بعد ذلك السكان والقاطنين هذا مثال ربما أكبر مثال عن تحرك للعاصمة ليس فقط مصر هذا التحرك الكبير للعاصمة يحدث لأسباب كثيرة ولإيجاد مكان أفضل للحكومة وإدارة أفضل وبشكل أفضل وتحديث أيضاً للحكومة ونتابع عن كثب هذه التطورات وكما تحدثت عن استثمارات وفرص الاستثمار هذه الإنشاءات الكبيرة في مصر والمجالات العامة الجديدة في العاصمة الإدارية ستكون جازبة بشكل كبير للاستثمار سعد سفير يعني عندما تعود إلى بلادكم بتحمل معك ذكريات عن إقامتك في القاهرة وفي مصر ماذا بقي في ذاكرتك الآن لأهم أحداث رأيتها وهم شخصيات قابلتها وكيف ترى الحالة الثقافية والإعلامية والصحفية والقوى النائمة في مصر سؤال كبير جداً حقيقةً في البداية استمتعت باستكشاف القاهرة وزيارة كل أنا زرت كل المحافظات القاهرة في عام زرت 15 محافظة واكتشفت أشياء عديدة أنا آتي إلى مصر لسنوات عديدة قبل ذلك وما زلت أكتشف مصر وكما قلت من قبل الجانب أيضاً المرممين المصريين والأثار وبالتالي ذهبت إلى سقارة واكتشافات الجديدة وعندما يتحدثون أيضاً عن وجود أيضاً توابيت جديدة واكتشافات جديدة بالنسبة لأعظم لحظات هو قارب في النيل عندما أرت من الأخصر أو من أسوان إلى الأخصر لثلاثة وأربعة أيام على سفينة زهاباً وإياباً بين الأخصر وأسوان وبالتالي رأيت جمال مصر وجمال المصر وروعت نيلها وعندما أذهب إلى أي مكان وكنت فيه عندما وعنده على الصخور أيضاً في رأيت وشاهدت الأزرق والأخضر والأزرق والأخضر ثم الألوان المختلفة هذه أمية وجمال الصحة أن ترى مشاعر النيل والصحراء والزرع وبالتالي مصر خلابة وأن أرى كل هذه المشاهد التي تعطيك مشاعر سعيدة أن تكون جزءاً أنا بشكر سعبتك وسعيد بهذا الحوار وسعيد بهذه الإجابات شكراً على التاحة هذه الفرصة شكراً حقاً شكراً لك مشاهدين كان هذا الحوار مع سيد كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر متحدثاً عن كافة القضايا والتعاون المشارك بين مصر والتحاد الأوروبي ورؤياتي للتجربة الإصلاحية في مصر وكذلك انطبعاتي الشخصية عن الفترة التي يمضحها في مصر انتهى وقتي أراكم غداً تنظر في عمل الله اشتركوا في القناة